بعد ثمانية ايام شهدت مشاركة عالمية فقط ثمانمائة وخمسون شركة من مائة وخمسة وسبعين دولة ازدل اسبوع ابو ظبيل الاستدامة عشرين عشرين السطارة على فعاليته والتي تضمنت اربع فعاليات عالمية وهي القمة العالمية لطاقة المستقبل وشباب من اجل الاستدامة ومهرجان مدينة مصدر وندوى عن الشركات النشئة النقلة النوعية في القطاع الطاق المجدد العالمي خلال عشر سنوات الماضية هناك انخفاض كبير في الاسعار وتكلفة الانتاج الكهرباء من الطاقة المجددة تقريبا 77% خلال العقد الأخير تضاعفت الارقام في القدرة الانتاجية باستخدام الطاقة المجددة كانت ما يقارب 1136 جيكوات وصلت لـ 2250 جيكوات خلال العام الماضي هذا يبين ان القطاع واعد وفي نمو كبير خلال الفترة الماضية اسبوع ابو ظبي جمع كبار المسؤولين الحكوميين وقدت الاستدامة من مختلف دول العالم من القطاعين الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية ونقش قضايا مهمة وحيوية في دورته الجديدة منها الطاقة والتغيير المناخي والمياه ومستقبل التنقل والفضاء والتكنولوجيا الحيوية في قطاع الصحة والتكنولوجيا لحياة أفضل كما لم يغفر محاور الذكاء الاصطناعي والمجتمع والشباب فتحول إلى منصة ملهمة للأجيال للتعرف على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهمة في هذا الاجتماع يتم تداول آخر المستجدات بالنسبة للطاقة المتجددة في تقارير من السكرتير العام لوقالة الدولي للطاقة المتجددة وهناك فرصة للتعرف على خبرات الآخرين الموجودين في الطاقة المتجددة وعلى قدر حجم المشاركة الكبيرة جاء حصاد أسبوع أبو ظبيل للاستدامة عشرين عشرين وفيرا أيضا حيث عزز مكان دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الصديق للبيئة عبر إطلاق العديد من المبادرات العالمية لتمويل المستدام وسنادت الخضر وتوقيع المرحلة الثانية من إعلان أبو ظبي للتمويل المستدام وإعلان شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر عن أول صندوق استثماري عقاري أخضر في الدولة وإطلاق مبادرة أبو ظبي العالمية للملاقة وغيرها من المبادرات التي تخدم الاستدامة في العالم لقناة الإخبارية عبدالطيب خوش أبو ظبي